اخواني اخواتي السلام عليكم ورحبا بكم مرة اخرى على قناتيكم البيتكوين بالدريجة موضو حلقة اليوم البيتكوين يعني التيجاه العام المرتقة في الساعات المقبلة ان شاء الله وايضا على السامو اخواني اخواتي نبدو بالنسبة للبيتكوين اخواني اخواتي معانا الديلي فريم بالنسبة للبيتكوين كما كتلاحظوا الان عنا واحد المقاومة قوية تقريبا 25200 دولار كما كتلاحظوا يعني في جوان كان عنا نزل قوي كان عنا واحد البيريش فلاك ومن بعد كان استكمال ديال النزول والان يعني منذ بداية السنة لان اخواني اخواتي كما كتلاحظوا يعني السنة الماضية كان عنا واحد البيع قوي يعني هذا الشيء يعني يعني ماشي صعيب باش الواحد يرتاقب بانا اي حاجة نزلت السنة الماضية فهد العام هذا في الاول دل سنة 2023 غادي يكون عليها الاقبال اخواني اخواتي كما كتلاحظوا يعني كان عنا الصعود القوي والان كما قلنا فالان يعني المقاومة الحالية هي 25200 دولار يعني كانت لملمسة عدة مرات تقريبا في هذا المنطقة هدي والان شيء ايضان ابي فقط نتحدث معكم عليه الى تذكرتو يعني البسي هاي بسيلو تكلمنا عليها عدة حلقات يعني قبل اسبوعين كان البسي هاي بسيلو اخواني اخواتي تتشكل دائما في الاحد الصباح يعني الواحدة التانية حتى التالية صباحا منيك التشكل هي اللي كتعطينا دائما الاتجاه ديالبيتكوين يعني قبل اسبوعين البسي هاي كان نزلت فلهذا يعني سعر البيتكوين ايضا نزل يعني بدك يدول تحت منها ولكن هاد الاسبوع دا يعني الاحاض الماضي يعني بعد تشكل البسي هاي كانت يعني تشكلت في واحد الموقع اللي اعلى اللي كان من سعر البيتكوين فهذا دفع ايضا بالسعر البيتكوين اللي يرئي استفاع الى الاعلى اخواني اخواتي كما كتلاحظوا يعني التجاعنا العام مازال يعني في صعود انا ربما ارتقب ربما يعني كما قلنا يعني غادا في الصباح الاحد في الصباح ربما تكون عندنا واحد المحاولة مرة اخرى الاختراق الـ 25200 دولار الى كالاختراق انا تبليل منطقة القادمة ان شاء الله بنسبة الديلي فريم كما كتلاحظوا الـ EMA ديال 800 يوم الاخيرة هو الحاجز اللي غاد يبقى عنا ومن بعد يكون تجاع الى 30 ألف ولا 31 ألف دولار والان اخواني اخواتي ممشيوا الفريم ديال 15 دقيقة بالنسبة للبيتكوين اخواني اخواتي كما كتلاحظوا يعني البارح يعني اه لادر نوحة زوم اوت يعني كانت عدس مرات يعني الملامسة ديال منطقة 25 ألف دولار ولكن اخواني اخواتي كما لاحظوا يعني ايضا البارحة ايضا الاسواق التقليدي يعني ما كانش واحد يعني الارباح الجيدة وكما كتلاحظوا يعني ايضا البيتكوين لم يكن ايضا احسن فهو ايضا يتسبع ما صار نصداك وكما كتلاحظوا كان عنا النزول اخواني اخواتي اتكلمت معكم ايضا في الصباح بالنسبة لي انا ارتقب باننا ربما عنا مجرور منطقة مهمين عندنا المنطقة الاولى هي 24 ألف ومئة وسبعين دولار وانا قلت اخواني اخواتي للاخوة في التليجرام ربما تكون عنا ملامسة اخرى يعني لك النزول يعني انا بنسبة لي الاقصى حد نقدره نوصله له هو 24 ألف ومئة وسبعين دولار لماذا اخواني اخواتي لان في هذا المنطقة هذه يعني كانت كما كتلاحظوا كانت يعني واحد الرغبة في الشرع فلهذا انا ارجح اذا كانت عنا يعني واحد الملامسة مرة اخرى فغادي يكون عنا واحد البونس الى الاعلى اما شيء اخر الايجابية وقتش غادي تبدال بنسبة لي الايجابية الى فتنا كما كتلاحظوا فهدي الان يعني بنسبة لي في المقاومة الان الحالية هي 24 ألف وسبعمائة وستين دولار الى تخطينا هاد المقاومة اخواني اخواتي فيعني بالنسبة لي الاتجاب مفتوح الى 25 ألف دولار وبالتالي تكون محاولة مرة اخرى لاختراق 25 ألف ومئة دولار اخواني اخواتي يعني كما كتلاحظوا الان سعر فهوكي تريدي هوريزونطال يقدر نبقوا ايضا غادي في هذا المصارى دا اخواني اخواتي هدي بقوا ايضا على تسعر في تليجرام لين كما كتلاحظوا هاد المنطقة هدي يعني ماشي منطقة سهلة يعني اه يعني هناك اه اه واحد يعني المنافسة اما اه للصعود او للنزول الى الاسفل اه كما قلت لكم اخواني اخواتي ان شاء الله على اتصال في تليجرام ولكن واحد النزول اه لماذا اخواني اخواتي اتكلم بالنزول لماذا اقول ايضا يعني انا تريد اي تريد غادي نديره الان فهو راهين بالنزول الى كان اه اه صعود هنا قوي اخواني اخواتي ما عم بغيش نغامر لان احنا ما زال ما عنا سيولة بزاف احنا في نهاية اخر الاسبوع يعني باش يكون عنا واحد الاختراق اللي يكون قوي يعني بدون الرجوع الى الاسفل لان الى رجعنا الى الاسفل اه يعني الماركت ميكا اي اخد واحد سيولة قوية هنا يا ملتات وتقدر تخول لي بانه يختارك الخمسة وعشرين الف ومائتين ولكن الانطلاقة من هاد المكان اه 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 فقط صعود انا تبليه شيء صعب فلهذا انا لن يعني ما هنديش واحد المغامرة انا يعني بالنسبة لي اذا كان هنا نزول الى الاسفل اه اه اخواني اخواتي هادي يعطيني المناسبة باننا نتريدو على بعض العملات اه البديلة كسامو اخواني اخواتي كما لاحظوا الباح تكلمنا عليها تكلمنا ايضا عليها وقلنا منذ الاربعاء كان عنا اه الاختراق ديال هذه المنطقة لانا كما كتلاحظو الصفر فاصلها صفرين اربعة فهي اه اه بالنسبة لسامو فهي مقاومة يعني اه فهو دعم قوي يعني دائما بعد الاختراق فالطريق اه تصبح اسهل بالنسبة للصعود وكما كتلاحظو الى هذا فقط واحد زوم اوت يعني صفر فاصلها صفرين اربعة دائما منطقة قوية بالنسبة للصومو فهي يعني اه يتم الدفاع عليها بشراسة فلهذا اخواني اخواتي الان الان بالنسبة لي منطقة الدخول اخواني اخواتي كما تكلمنا عليها البالح ايضا وتكلمت مع الشباب يعني بكل صراحة ما كانش كتبنى القوة لماذا اخواني اخواتي لان العديد من العملات البديلة استطعت بانها تجاوز الكثير من المقاومات ولكن من البيتكوين ما قدرش يختار المنطقة خمسة وعشرين الف دولار الى خمسة وعشرين الف ومئتين دولار فزميع العملات البديلة ترجعت وكان هناك نزول الى الاسفل يعني ما كانش عندي واحد القوة دافعة فلهذا يعني اي دخول كالباري هيكون فقط مغامرة يعني ما كانش هيكون جيني اربح يعني هدخل بواحد المبلغ وهتبقى كتساين يعني على احرر من الجمر واش غادي طلع فلهذا اخواني اخواتي انا هدي مرحلة حارجة فلهذا ما نبغيش ندي المغامرة مرة اخرى الى كان بالنسبة كيما كنتلاحظو بالنسبة الديلي فريم بالنسبة البيتكوين الفريم دي الخمسة دقيقة الى كان واحد النزول يعني في الساعات القديمة هنا فانا بالنسبة لي اه غادي نتكلموا عليها ايضا في التليجرام ونحددو ان شاء الله منطقة الدخول اخواني اخواتي هذا كان فقط واحد الموجهز صغير الترقبات ديلي بالنسبة للبيتكوين للساعات القادمة ان شاء الله اخواني اخواتي شكرا لمشاهدة والى الفيديو القادم ان شاء الله مع السلامة